سعيد جدا باللقاء بكم في تقويم تعلمات الوحدة السادسة ودعمها وتوليفها التمريل الأول في البداية كانت عند زينب بعض الأزرار كانت عندها بعض الأزرار أعطت 167 زرا لأصدقائها أعطت الأصدقاء ديلها 167 زر ثم وضعت 343 زر المتبقية لديها في علب والذي بقى لها 343 درت في علب تحتوي كل علبتين على 7 أزرار كم كان عند زينب من زر في البداية قلنا أعطت لأصدقائها 167 زر ثم وضعت 343 زر المتبقية في علب يعني مجموع الأزرار التي كانت لديها 343 و 167 وذي نقوم بعملية الجمع 343 زر زائد 167 زر 3 زائد 17 أكتب صفر أحتفظ بواحد 6 زائد 14 زائد واحد 11 أكتب واحد أحتفظ بواحد 3 زائد واحد 4 زائد واحد 5 510 كان عند زينب 510 أزرار في البداية السؤال الموالي كم عدد العلب التي عبأتها زينب من إشحال عمرت من علبة قلنا بأنها وضعت 343 زر المتبقية لديها في علب تحتوي كل علبة على سبعة أزرار 343 زر وضعتها في علب كل علبة تحتوي على سبعة دي الأزرار باش نحسبوها عدد العلب التي عبأتها قد نديره 343 قد نقسمها على سبعة بعد أن نضع العملية 343 مقتومة على سبعة نقوم بإنجازها لدينا رقم في المقتوم عليه نأخذ رقم 3 مقتومة على سبعة لا يمكن لأن 3 أصغر من سبعة نأخذ رقمين 34 شحل فيها من سبعة قدرنا 5 في 7 35 كبير على 34 إذا شنو قد نديره قد نديره 4 في 7 28 34 ناقص 28 4 ناقص 8 لا يمكن سلفوا 10 وأردوا 3 14 ناقص 8 يساوي 6 ثم 3 ناقص 3 يساوي 0 قد نزله 63 63 تحل فيها من سبعة قد نضرب دي الأسبعة سبعة في تمانية 56 سبعة في تسعة 63 9 في سبعة 63 والباقي 0 عدد العلب التي عبأتها زينب 49 علبة في البداية كانت عند زينب 510 عدد العلب التي عبأتها زينب 49 علبة 30 حبات طماطم ثانياً استعمل خالد 10 حبات طماطم للحصول على لتر من مركز الطماطم استعمل 10 دي الحبات دي والطماطم بش يحصل على لتر من مركز الطماطم مركز الطماطم يمطيش دي القرعة على كم سيحصل إذا استعمل 30 حبات طماطم 10 دي الحبات أعطيته لتر 20 حبات 2 لتر 30 حبات 3 لترات سيعطيه 3 لتر لتر ونصف لتران ونصف 3 لترات لتران 3 لترات ثالثاً تباع الصباغ في علب من 5 لترات كتباع الصباغ في علب من 5 لترات كل علبة فيها 5 لتر يحتاج طارق إلى 37 لتر كيحتاج ل37 لتر من الصباغة كم من علبة عليه أن يشتري شحام العلبة خصو يشري 5 دل العلاب 6 دل العلاب 7 دل العلاب 8 دل العلاب إلا شرى 5 دل العلاب يعني 5 في 5 25 لتر أصغر من 37 لتر إذن ما غدش يشري 5 دل العلاب إلا شرى 6 دل العلاب 6 في 5 30 هيتخصو 7 لتر ما غدش يشري 6 دل العلاب إلا شرى 7 دل العلاب 7 في 5 35 لتر هيتخصو لترين أما إلا شرى 8 دل العلاب 8 في 5 40 يعني غدش يشط له 3 لتر فبالتالي سيدطر إلى شراء 8 دل العلاب وغدش يشط له 3 لتر رابعا يبلغ 8 كيس فيه 6 إجاصات 9 دراهم كيس في ستاديا الإجاصات 8 دلو 9 دراهم كم من إجاصة يمكن شراءها بـ 54 درهم تحمل إجاصة يمكننا نشري بـ 54 درهم أستعمل الجدول وأجيب ستاديا الإجاصات بـ 9 دراهم 12 إجاصة بـ 18 درهم 18 إجاصة بـ 27 درهم كنلاحظوا بأن في هذا السطر هذا كل مرة كنضيفه 6 زائد 6 زائد 6 24 زائد 6 30 36 36 32 32 وفي هذا السطر كل مرة كنزيده 9 18 زائد 9 27 27 زائد 9 36 36 زائد 9 45 45 زائد 9 54 54 درهم سأشري بـ 36 درهم كم من إجاصة 36 إجاصة 54 زائد 9 63 36 سأشري بـ 36 درهم كما قلنا 54 إجاصة خامسا أرسموا ماثلة كل شكل 50 نلاحظوا أن يقومونęp كل هذا النقطة بالنسبة لهذه النقطة ، تبعد مع محور تماثل بكمة طربعة تبعد عن المحور بثربعة واحدة نحصل على مماثل هذا الشكل. نمر الى الشكل الثاني مماثل هذا الشكل. لاحظوا даities اسمهстиه لذي النقطة وهذا النقطة وهذه النقطة النسبة لذي النقطة مع هذه النقطة المماثل ديالهم هي نفسة هذه النقطة هي نفسه وهذه النقطة ايضا هي نفسيا ينسبة لهذا النقطة تبعد عن المحضر بتربيعه تقريبا واحد واحد ثم هذه النقطة 1 جوش 3 أما هذه النقطة تبعد بـ 1 جوش 3 ثم نصل هذه النقطة بهذه النقطة ثم نصل هذه النقطة بهذه النقطة ثم نصل هذه النقطة بهذه النقطة فنحصل على مماثل الشكل سادسا يحتوي إناء على 2 لتر و800 ميلي لتر من الماء فيما يزيد إناء آخر بلتر و600 ميلي لتر عن الإناء الأول ما هي كمية الماء التي يحتوي عليها الإناء الثاني إذن عندنا إناءين الإناء الأول يحتوي على 2 لتر و800 ميلي لتر الإناء الثاني يزيد عن الإناء الأول بلتر و600 ميلي لتر سنحسب كمية الماء التي يحتوي عليها الإناء الثاني سنضع 2 لتر و800 ميلي لتر زائد لتر و600 ميلي لتر لكن قبل ذلك سنحول الميلي لتر مع العلم أن 1 لتر يساوي كم من ميلي لتر 1000 ميلي لتر إذن سنضع 2 لتر و800 ميلي لتر كم تساوي من ميلي لتر 2000 زائد 800 1800 ميلي لتر ثم 1 لتر و600 ميلي لتر يساوي 1000 ميلي لتر زائد 600 1600 ميلي لتر ثم نجمعه 2800 ميلي لتر زائد 1600 ميلي لتر سفر زائد سفر سفر زائد سفر سفر زائد سفر ثمانية زائد ستة أربعة عشر كتبوا أربعة وحدة في لبي واحد اثناني زائد واحد ثلاثة زائد واحد أربعة 4400 ميلي لتر اللي هي كم بالليتر والميلي لتر 4000 ميلي لتر هي أربعة لتر وأربعة ومئات ميلي لتر كمية الماء التي يحتوي عليها الإناء الثاني هي 4 لتر و400 ميلي لتر اللي هو هذا الإناء هذا لم تتلبه هذا الشريط سابعا جلس عشرة أشخاص حول طاولتين أربعة على عشرة منهم فتيات أربعة على عشرة أربعة دي الأعشار منهم فتيات وأربعة على عشرة منهم فتيان وأربعة على عشرة أخرى فتيان وما تبقى راشدون ما هو الكسر الذي يمثل الراشدون لاحظوا الذين مثلوا عدد الأشخاص بهذا الشريط قسمناه العشرة دي الأجزاء أربعة على عشرة من الأشخاص فتيان أربعة على عشرة ثم أربعة على عشرة فتيات ابنات وما تبقى راشدون كم تبقى؟ بقتنا إثنان على كم؟ على عشرة الكسر الذي يمثل الراشدون هو إثنان على عشرة ونكتبه إثنان على عشرة ممكن نديره طريقة أخرى نعتبر الشريط كيمتل الأشخاص كلهم عشرة على عشرة وننقسم النقر أربعة على عشرة زائد أربعة على عشرة ثمانية على عشرة يساوي كم؟ اللي كنبغي نديره الطرح أولى الجمع دي العددين كسريين لهما نفس المقام كنحتخذه من نفس المقام وكنديره طرح البسطين عشرة ناقص ثمانية إثناني إذن الكسر الذي يمثل الراشدين إثناني على عشرة ثامنا ولاحظوا التمثيلات وأحسبوا الفرق ثلاثة على ستة ناقص إثناني على ستة الشريط مجزة لستدين الأجزاء واحد جزء ثلاثة أربعة خمسة ستة الجزء الملون كيمتل ثلاثة على ستة سنقسم نوع إثناني على ستة واحد إثناني سيبقى لنا كم؟ واحد على ستة الجزء الملون ثم إثناني على أربعة إثناني على أربعة ناقص واحد على أربعة سنقسم نوع واحد على أربعة سيبقى لنا واحد على أربعة أربعة على خمسة واحد إثناني ثلاثة أربعة على خمسة الشريط مجزأ الخمسة دي الأجزاء ناقص واحد على خمسة أي تبقى النقام واحد اثنان ثلاثة على ماذا؟ على خمسة ثم خمسة على ستة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة نعتبر هذا الجزء كله ملون خمسة على ستة ناقص واحد على ستة نقسم منها واحد على ستة يبقى ناقص واحد اثنان ثلاثة أربعة على ماذا؟ على ستة أربعة على ستة فلحسابي قلنا مجموع أو طرح عددين كسريين لهما نفس المقام كنحتفظ بالمقام نفسه المقام هنا هو ستة ثم نقوم بطرح البسطين خمسة ناقص أربعة على ستة ألا شكرا لسأنا حسن لا أعلم لا أعلم